أني ما بحيقلك أنه أنا اليوم ما عندي فرصة أنه أقدر أني أشتغل ببلدي لأنه أنت بتعرف الأجور عالية يعني اليوم مثل ما تفضلت حضرتك الطبيب إذا بدي أخذ عيادة يعني سواء كان أجار أو بدي يشتري فالمبالغ خيالية فبالتالي ما حاولتوا أنه تطرحوا فكرة الموضوع تبعكم يعني خاصة بالنسبة للأطباء الجداد يعني حتى ما يطلعوا لخارج العراق تستفيدوا من كفاءاتهم بأنه تتعاونوا مع وزارات معينة مثل وزارة الإسكان مثل أنه تعرضوا هذا الموضوع على رأسة مجلس الوزراء بأنه يخصصوا شيء للأطباء يعني بأشياء عينية مثلا كلام جميل جدا حقيقة حتى نبدي نخلق علاقة طيبة ما بين الطب والمجتمع يجب أن نهتم بالأطباء الشباب طبيب الشاب يدرس 24 سنة من عمره هو تاركها بالدراسة يبدأ يتخرج يلقى نفسه أنه في راتب هزيل جدا في وضع غير محترم في ظروف من الاحتداء في ظروف من عدم التعيين في ظروف من الأكل يعني الذي لا يعني يسد رمقه داخل المستشفى من خفارة طويلة فإحنا إذا نريد نخلق علاقة طيبة بين الطبيب يجب أن نهتم بالشباب نهتم بالشباب أولا توفير التعيين اللازم سكان جزء من واجبات الطبيب أن يعمل ثلاث سنوات بعد التخرج وهذا واجب عليه في المستشفيات الحكومية فإحنا يجب أن ننظر له من هذه النظرة حتى نخلق هذه العلاقة الودية بين المجتمع أو بين الطبيب تبدأ من هنا باحترام الأطباء الشباب أطباء الشباب بالوقت الحاضر يحسون باحتراب كبير عن دائرتهم عن بلدهم عن الواقع اللي كانوا يدرسون به والواقع اللي هم به وهذه ستخلق صدمة وصدمة كبيرة وإن هو كان يتخيل وقاعد يدرسه هو طبيب وملابسه حلوة وأهل يصرفون عليه وإن يتخرج نتال من مرحلة لمرحلة بالضبط فهذه الصدمة الأولى الأساسية وحقيقة صدمة كبيرة وإحنا نعرف معاناة الأطباء الشباب وهذه اللي ما منتبهت للدولة يجب أن تكون القضية كالتالي أنه نوفر لهم مثل ما فضلت التعيين المناسب الراتب المناسب أسوة بدول العالم الشباب هم يشتغلون 24 ساعة في اليوم الشي الآخر يجب أن يتوفر السكن وخاصة إذا كان جاي من المحافظة تانية يعني هذا الدكتور هو دينام مو بس السكن الوظيفي أنه سكن وظيفي بس هو مصاحب عائلة يجب أن يكون سكن خاص إلى يعني شنو المشكلة إذا الدولة وفرت له مجمع سكني هذا أصدق أنه مطرحت هذا الموضوع على وزارة الإسكان أو رئاسة مجلس الوزراء طلقناه في كل مكان أولا على تعيينهم نحن لا بد أن نركض على وزارة الصحة ووزارة المالية ومجلس الخدمة العامة أنا أقول أنه نقابلهم عشرات المرات في سبيل أنه نوفر لهم من درجة وظيفية حتى يتعينون بالوقت الذي هو القانون قانون تترجى الطبي يعني ينص على ضرورة تعيينهم فورا بعد التخرج هم يبقون بدون تعيين من مدة سنة سنة ونصف في بعض الأحيان وهذا عذاب كبير إنهاك مادي وفكري وعلمي فإحنا نقابل الناس ونحاول أن نتصل في سبيل أنه نعينهم ثانيا يتعينون في راتب راتب يعني شو طبيب عم يأخذ أربعمائة ألف أو خمسمائة ألف ما يستحق أن يندك يعني درس مثل ما تفضلت أقل شي 12 سنة ما بين جامعته ما بين الاختصاص 12 أو 13 سنة 18 سنة 18 سنة يقرأ نصف أول ابتدائي حتى يكون شاطر حتى يكون إنسان مواظب حتى يكون الإنسان الأفضل حيث لك أنا ضيعت وقته معناته على آخر شي بدي أخذ أربعمائة ألف فيحس بالصدمة أنه أنا ليش ضيعت هذا الوقت كله وأربعمائة يعني أقل من أربعمائة راتب الأسمي بس أكو شوية مخصصات توصل راتبها إلى السبعمائة 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 كمان يعني شو طبيبي بيأخذ سبعمائة ألف يعني مثل ما تفضلت يعني أقل الشي أقل الشي دكتور لازم يأخذ من الألفين إلى ألفين وخمسمائة دولار صاحب عائلة يعني كطبيب بيستاهل هذا هذا فاني عمره مثل ما بيقوله هو عم يدرس فبالتالي أنت اليوم لازم توفر له هاي البيئة حتى أكسر النهم المادي الرغبة المادية ورغبة الجشا عند الطبيب أنا من البداية أسد الحاجيات المادية وأنا طريقة هاي شكل مو بالقوة مو أفرض علي أنه يعمل بالقوة أفرض علي أنه أمنعها من أعطاء الوثائق حتى لا ينهزم خارج العراق لا يعني أسد رغبة